موسيقى مشاهدينا الكرام ومساعدتم صباحاً أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري بدايةً بالتعاون الجزائري الإسباني حيث حل اليوم بالجزائر الرئيس والحكومة الإسبانية ماريانو راخوي براي في زيارة عمل تدوم يوماً واحداً بدعوة من الوزير الأول أحمد ويحيا الذي كان في استقباله بمطار هورب مدينة دولي رفقة أعضاء من الحكومة الزيارة تأتي في إطار انعقاد الدورة السابعة للجنة العلية الجزائرية الإسبانية رافعة المستوى في المجال الصحي تعقدوا اليوم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين جمعيات عامة عبر كامل التراب الوطني لمناقشة ما تم الاتفاق عليه أمس الأول بين الوزارة الوصية وممثلين عن الشرك الاجتماعي والتي توصلت إلى احتساب الخدمة الوطنية واقتطاعها من فترة الخدمة المدنية ومنح علاوة تتراوح ما بين 20 ألف و60 ألف دينار حسب مناطق العمل في إطار الخدمة المدنية هذا كان وزيره الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزب لاوي قد أعرب عن تفاؤله بنتائج التي خرج بها اللقاء الذي جمعه بالأطباء المقيمين مؤكدا بأن الدولة ستتكفل بكل انشغالة هذا السلك تثمينا لموارد الجماعات المحلية ونحو جعل البلديات ذات تسير ذتي ومصدرا لخلق الثروة نظمت ولاية الأغواط يوما دراسيا حول تحصيل ضريبي وأهم الصعوبات المالية التي قد تواجهها ميزانية الإدارة المحلية حمزة ملوح من أجل تسليط الضوء على مصادر التمويل المحلي ذات الأصل الجبائية وإبراز مختلف الضرائب والرسوم المحلية التي تعد من أهم إرادات ميزانية الجماعات المحلية نظمت ولاية الأغواط يوما دراسيا حول التحصيل الضريبي وتثمين موارد الجماعات المحلية لابد أن تكون البلدية خالقة للثروة ونحن قبل ما نقول خالقة للثروة أنا نقول على الأقل أنها تكون عندها إمكانيات تسيير ذاتي انتحى وعلى ذلك اليوم ما بقاش نأمل أو نطمع أن يكون عندنا دائما إعانات من مركزية موجهة البلديات صعوبات مالية تواجه معظم البلديات لاختلال التوازن بين مواردها المالية وحجم المهام الموكلة إليها بسبب على قيلة عديدة حالت دون أن تتم عملية التحصيل بنسب عالية الإشكال الذي نواجهه هو عدم توفر الوسائل المادية والبشرية التي تسمحنا لكي نتنقله عبر أربع تجمعات سكانية وتحصيل الرسم العقاري بعض المواطنين يعني معناها ما زال معناه ما عندما ثقافة التحصيل هذا يعود لفائدته معناها في خلق مشاريع تنموية للبلدية تعود لما يكون عندنا ينتاج قوي نتكلم عن التحصيل الضريبي احنا المشكل الأول راح عندنا مشكل في المستثمرين مكانش وخاصة في مناطق الجنوبية احنا ماذا بينا نشجع المستثمرين باش يستثمروا ومبعد نروحوا للتحصيل الضريبي اليوم الدراسي هو أيضا مناسبة لشرح التغييرات الحاصلة في نسب رسوم والدرائب وفرصة لإيجاد آليات جديدة للرفع من التحصيل الجبائي وتحقيق مردودية أفضل للعائدات الجبائية اخضعوا المنتجات المتوجدة بالسوق لتحاليل وتجارب مخبرية أمر من شأنه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني مركز الفحص الإلكتروني بقرص ببومرداس مخبر مختص في مجال الإنارة انشئ العام 2017 وهو معتمد من قبل المحهد الوطني للتقييس وكذا الوكالة الوطنية لترشيد استهلاكيات طاقة روبرتاج في الموضوع لغانية واحدية مركز الفحص الإلكتروني أول مخبر لمراقبة الجودة والنوعية في مجال الإنارة بإفريقيا نحن مختبر معتمد من طرف وزارة التجارة ولديها الإمكانيات ومخول لمنح شهادات في مجال الإنارة العمومية أو مجال الإنارة المنزلية أو إنارة في مجال ذات الاستعمالات الخاصة المخبر في طريقه للحصول على اعتماد إيزو سبعة عشر ألف وخمسة وعشرين ما يؤهله للعمل وفقاً للمقاييس العالمية كما يسعى للحصول على الاعتماد من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد كمخبر لإجراء المطابقة نحن على التمبراتور الكولور باش نحيو لبس عند الكانسومنتور فينال نقول ما هو مصباح أنه كنشوفرات التمبراتور الكولور ديباسي سيميل سينسان كالفن ليه في انتحاء أو رايحي يقدر يسبب بعض المشاكل الصحية لبعض فئات الناس مع أخذ بعين الاعتبار لمدة زمنية لتعرض لها هذا الإنسان والقرب من منبع الإنارة بالمخبر يتم إجراء تحليل وتشارب لكل ما يتعلق بالإنارة ما يسمح بتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية وكذا ترشيد استهلاك الطاقة دولياً وفي الملف الصحراوي فندت منظمة الأمم المتحدة أمس لاتهامات المغربية التي مفادها أن جبهة البوليزاريو تكون قد نشرت عنصر عسكرية بمنطقة الكركرات مؤكدة أن بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف النار بهذه المنطقة العازلة وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي خلال مؤتمر صحفي أن المينورسو لم يلاحظ أي تتحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية والمينورسو تواصل مراقبة الوضع عن كثب في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بودوخة بلدية عين قشرة بولاية سكيكدا قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس على إرهابي خطير واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف في سياق متصل كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بكل من بومرداس وباتنا أربعة مخابئ للإرهابيين تحويق بولتين تقليديتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة كما أوقفت مفارز للجيش الوطني بـ 8 راست وعين جزام 12 مهربا وحجزت شاحنة ومركبتي رباعيتين الدفع وأكثر من طنين من موادي البناء و11 جهاز كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ومن جهة أخرى أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني شعبي تجري مخدرات بحوزتهما 3.2 كيلوغرام من الكيف المعالج بالبشار فيما تم حجز أكثر من 2500 تاوحدة من مختلف المشروبات ببسكرة في الشأن السوري نزح ما يقارب 154 ألف شخص بسبب الأعمال القتالية التي امتدت لعدة أسابيع في الغوطة الشرقية حسب ما أفدت به الأمم المتحدة إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية خروج 1140 مسلحاً مع أفراد عائلتهم عن طريق الممر الإنساني خلال 24 ساعتنا الماضية حيث تم إيصالهم إلى قلعة المذيق في ريف محافظة حمى الشمالي ثم إلى إدلب تعقد واليوم الجامعة العربية اجتماعاً استثنائياً بشأن الاعتداءة الإسرائيلية على قطاع غزة التي خلفت مقتل سبعة عشر شهيداً وإصابة أكثر من 1500 آخرين بجروحة هذا ويبحث هو الاجتماع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض في أخبار رياضة أكد وزير وشباب ورياضة الهادي ولد علي مساء أمس بتيزيوزو أن الرياضة الجزائرية أثبدت جدارتها وبيّنت علو كعبها في المنافسات الكبرى على مختلف الأصعدة وهذا في ختام طبعة الحادية والعشرين لطواف الجزائر للدرجات التي جارت بحضرة التسلية تمغرأ هذه الدورة سادها التنظيم المحكم والنجاح وهذا جاء ليكلي المجهودات القيمة والسياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بنفريقة وكان أيضا الرأي لهذه الدورة في طبعتها الـ 21 وأقول هنيئا للاتحاد الجزائرية لرياضة الدرجات الهوائية لهذا التنظيم الجيد وأيضا هنيئا للدرجات الجزائريين لتألق في هذه الدورة أكد الناخب الوطني لكرة القدم ربح ماجر خلال استضافته مساء أمس في برنامج ساعة رياضة لتلفزيون الجزائري أكد أن من بين وأهم عوامل نجاح الفريق الوطني الاستقرار والاستمرارية وعن الوجه الذي ظهر به خلال المقابلة الأخيرة أكد الناخب الوطني أن الفريق الوطني في تحسن مستمر وأنه بصدد القيام بعمل كبير من أجل إسعاد وإعادة البسمة على وجوه الجماهير الرياضية العريضة نحن نحب استقرار 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 المنتخب واستقرار الاتحادية الاتحادية نتقوم بعمل ونحن نتقوم بعمل حادية عدها فقط عام وانت عنك ست شهر ست شهر ست صغار شوية خلونا نخدمه بليد في اليد لأننا نكبره وعلى قطة نتائج وعلى قطة ربح ما تجرب المديرية الفنية بسيدة ربح سعر عادية عادية من كل الحمد لله فيها الاتصالات فيه ما فيش أي مشكلة نتلقوا كتير كلام ما يكونوا في طرف بوسات مع سعدال مع التقم الفني مع شارف مع المدربين أخير يايين بون امبيونس ما فيش أي مشكلة والله العظيم ما فيش أي مشكلة ما تمنوش الكلام ما هذا لو يقول ما كانش من نقاع وأيضا ممكن نبعد رسالة للشعب الجزائري كل المباريات على المنتخب الوطني شفتوهم شفتوهم بمستوى وننقوم في رميلكم شفتوهم بمستوى لأن نتائج هدوما ما جاوش صدفة هكذا ما تخلوش الناس يغلطوكم لأن المنتخب في أيدي آمنة ونخدم إن شاء الله للنجاح أعملوا فينا التقا وإن شاء الله نرضوكم البسمة والبهجع إن شاء الله في أيام المقبلة إن شاء الله نبقى مع أخبار المستديرة والموعد اليوم وابتداء من الساعة الخامسة زوالا مع الكلاسيكو الواعد والمقترح بأهداف متبينة ضمن تسوية رزنامة المحترف الأول موبيليس في مباراة متأخرة من الجولة الثالثة والعشرين حيث تستقبل شبيبة القبائل فريق مولودية الجزائر بملعب أول نوفمبر بتيزيوز ورقة في الموضوع لكريمية حثمان كلاسيكو البطولة الجزائرية الذي لطالما خطف الأنظر لن يخرج عن القاعدة هذه المرة كيف لو المولودية لازلت تحلم باللقب والشبيبة ترفضا تسقط هذا الموسم هي معطية تاريخية وآنية تجعل من المباراة لا تقبل القسمة على إثنين فالشبيبة التي تنفست بتأهلها في منافسة الكأس للمربع ذهبي وآدت بتعادل ثمين من بسكرة تراهن على لمسة مدربها يوسف بوزيدي ودعم أنصارها اللامتناهي ضف إلى ذلك اكتمال التعداد وتعدد الخيارات لكن اللائقة الأكبر بنسبة لها سيكون المستويات الاستثنائية التي أصبحت المولودية تقدمها في المدة الأخيرة المولودية أصبحت مرعبة لكل النوادي بمدربها كازوني الذي أضحى يملك تشكيل جائزة لا تتأثر لا بالغيابات ولا بالضغط وتخلق فرصا بالجملة وتسجل عديد الأهداف في كل المباراة الأكيد أن السوسبنس والإثارة سيكون السمى الغالبة في هذه المواجهة الكلاسيكية التي ستحبس حتما الأنفاس سيما وأن الفوز بالنسبة للمولودية يجعلها تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط عن الرائد شابب قسنطينا أما الانتصار بالنسبة للشابباء فيخرجها من منطقة الخطر بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام شكرا لكم على المتابعة فيما يلي حصد الصحفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر